برضو عايز تألك الدعم بتاعك عشان تشتغل وتعمل المبادرات دي ازاي؟ احنا بنشتغل بثلاث أو حاملة كليين شورز وعندها ثلاث محاور بتشتغل عليهم المحور الأولاني هو محور تنفيذ حملات نظافة بشكل شهري في نهر النيل، بحر أحمر، بحر متوسط عندنا أكتر من 12 محافظة بيشتغلهم معنا هاي ومين اللي بيدعم دعمت دائما؟ ها أنت فلاخل في اللوجستيات وفي مكان نشرح الفكرة نفسها وجاي لك أقول لك إحنا موارد دعم بتيجين دين فبالتالي إحنا بنعمل حملات نظافة وعندنا حرص كبير جدا أن تيرن أوفر أو التدوير بتاع الموت الطوعين يبقى سريع جدا إحنا من وقت ما أطلقنا الحملة في بريل السنة اللي فاتت الحد النهاردة تقدمنا لنا 4000 متطوع ينضموا الحملة بتاعتنا ده أول حاجة الحاجات الثانية بنشتغل على التوعية على وسائل التواصل الاجتماعي إيه أضرار البلاستيك وإيه البداية اللي ممكن نستخدمها لما بننزل في الإيفنتات بتاعتنا إحنا بنوزع الناس أولا خد أقول لا إشرب منها بدل ما أنت بستخدم إزازة بلاستيك المحور التالت هو محور تشريعي يشغلين مع مجلس النواب ومقدمين مقترح لمشروع قانون أن يتم منع الاستخدام المخلفات البلاستيكية نيجي للنقطة المهمة بتاعة الموارد إحنا بنشتغل على شقين في الموارد بنشتغل على الجهود الذاتية وبنشتغل على الشركات اللي عندها مسؤوليات مجتمعية كثير من الشركات بتنزل معنا ما عرفش أنت عندكم بيسمح نقول أسئل من الشركات أو لا لكن إحنا نزل معنا مجموعة من الشركات سهموا في الحاملات اللي إحنا بنعملها عندنا شراكة ووثيقة مع وزارة الرأي والموارد المائية السيد الوزير ما بتأخرش عننا رهيئة حماية نهر النيل بأي معدات من معدات التقيلة بتاعة الوزارة عندنا وزارة الشباب ورياضة وغدين رعاية بتاعة السيد الوزير عندنا محافظة الأليوبية موقعين بروتوكول مع السيد المحافظ لتنفيذ أعمال حمارات نظافة في المحافظة بنجهز حاليا مع محافظة الجيزة موحد في المؤسس يا سوزح البكتب التنفيذي فيه عشر أفراد ومجلس الأمانة فيه خمس أفراد وعندنا قاعدة متطوعين كبيرة جدا بتمتد من القاهرة الأسوان للشمال سيناء الجنوب سيناء للوحاة في كل حتة عندنا متطوعين وبنشتغل على الشخص المؤمن بالفكرة شخص اللي عنده فاليو عندنا ناس بتاسمه النوعين ناس بتروح تطوع علشان ممكن انت ما يحتاجه فلوس وناس بتروح عشان اوزا قيمة فاحنا بنشتغل على القيمة الموجودة عند الناس على الحرص اللي ممكن يبقى موجود عند كل واحد انه يقدم حاجة مفيدة لمجتمع بتاعه لو كل واحد بس من الناس اللي احنا بنتعامل معاهم قرروا انهما يتخلوا عن عادة من العادات السلبية عندهم لو قررنا كلنا ان الشليمو الشفاطة اللي بيستخدمها دي نستغل عنها الشفاطة بتاخد من 300 ل800 سنة عشان تتحلل لو قررنا احنا نسيبها بس ونستخدم بقنا اللي ربنا خلقه لان احنا ليش ربيحة طبيعة جدا لا ده فيه دلوقتي فيه دلوقتي اللي هي ورق فيه ورق وفيه معدن وفيه ستالس لكن يعني حتى لو شعار الامم المتحدة السلبية كانت العودة للطبيعة نرجع للطبيعة لان كوكب الارض مريض جدا بسبب الحاجات اللي احنا بنعملها فيه الجسد نفسه مريض بسبب الحاجات العادات السيئة احنا بدأكل بلاستيك يعني احنا فيه نسبة من الأسماك والطيور كينات الحية بلاستيك طبعا بالنسبة لي ما بيظهرش جامد قوي لانه بيتحاول مايكرو بلاستيك فالمايكرو بلاستيك دي الكينات الحية بتتغذى عليه فاحنا بالنسبة لنا بيخشيننا في الأكل بتاعنا وتبقى لدراسة الامم المتحدة سنة 20-50 هيكون قصات كل سمكة في البعر فيه كيس بلاستيك فبالتالي احنا زي ما بتدناجبنا في سنة انا بخاطب الست المصرية الجدعة الأصيلة ارجع لي شنطة السوق بتاعت زمانة اللي كنت بتروحي بيها الشنطة اللي بتلمي فيها كل حاجة بدلا ما بتروحي السوق الماركت تاخدى 20 شنطة على ولا حاجة وشنط في الآخر بتلمي وفي الآخر بتدر بينا حتى الشنط الورق اللي كانت المحلات والفكهينيو بتاع الخضار وكلو بيحط الحاجة فيها يا ريت ناريبس انا عايز اسألك على اعادت بقى تدوير البلاستيك ونستفاد منه بحاجة مفيدة فهل ده ممكن يساهم في حل الأزمة يعني لا احنا حل الأزمة بيقوم من المنبع عشان نبقى صادقين فيه نوعين من البلاستيك انا بشتغل كجمعية على بلاستيك زر الاستخدام اللي احايتي اللي احنا بنستخدمه مرة واحدة وبينتهي زي الشفاطة زي ما قولنا زي الكيس اللي في السوبر ماركت زي حاجات كتير جدا بنستخدمها مرة واحدة ونرميها باقي الحاجات بي حصلها عمالية تدوير فيه بعض المسا arsenal عبرها بداية تأخذ البلاستيك تعمل منه قماش تعمل منه لبس الناسبة تلبسه مصموما من بلاستيك مية في المعية فيه بعض الناسبة تستخدم البلاستيك الألعاب بيعملوها للأسطار بيعملوا لإعادة تدوير فيه ناس بتستخدم البلاستيك ان هي بتعيد التدوير وتستخدمه حاجة تانية فالاستخدمات كتير البلاستيك احنا لما بنجمع المخلفات بتاعتنا بنفرس في جزء من البلاستيك بنديل حد من المتعهدين اللي بيعملوا الريسايكلينج والجزء الغير اللي مش بلاستيك أو اللي ممكن نهو يتحلل الهيئات الحكومية بتاقي التعامل معاين نهاية تدفينه في المدفع الصحي بتاعه